وبعدين يبتدى شغل الإعلان يكتر ويزيد لحد ما في مرة بنعمل إعلان فكنت طالع فيه برضو كده على قاعد على طربيزة مع ناس كتير وبتاعه فيه بنات بتدخل من الإعلان فالأغنية كانت شغالة بتاع الإعلان وبينشاور فكننا راحين ساعتها كان بطل الإعلان حد كان معروف جدا ساعتها المخرج كان طارق مين؟ طارق العريان فطارق إيه راح مزعقله للبطل بتاع الإعلان فانت زعل البطل فأكيد دهاني رعد الباقي كله يتهد طبعا فزعل قاله إيه معا مش عارف تشاوره وتغمزه قاله تعالى طيب فبالصدفة طارق العريان والله حسني طارق عين بيعمل كده بيبص فأنا كنا عادين في الضرر الفوق مع المجمية مستنين طارق عين بيبص كده فوق فشافني واقف فاللواء أنت ضربوا الوسي طبع أنا ممكن أعمل كده يعني التفايل فقال لي تعالي تعالي عامل لي كده قال لي انت اسمك إيه انتوا اسمي قرار قال لي تعرف والبنات داخلين تبص كده وتمعامل صاحبك كده وتغمز لهم قالت له يا سلام جربني فالمهم فجأة غمست قالك هايل خد بقى الشوت التاني قال لي تمام تمام فتحول فجأة بطل إعلان بقى هو اللي واقف كشير اللي بيحيل بنات في الأخي وانا بقت بطل الإعلان بالصدفة يعني فهم بالصدفة والله العزيز هيفضل موجود والله قدام الكبار والصغرين الواحد دايما لازم بيخاف لأن الخوف زمان غير الخوف دلوقتي الخوف زمان كنت بتبقى وقفة خايفة قدام نجم كبير نهاردة انت بتبقى وقفة خايفة على نفسك وعلى النجم اللي واقفة قدامك سواء صغر أو كبير بتبقى الآن أن انت عايز تعملي حاجة كويسة بيخايفة على اللي قدامك كمان لأنه طول ما انت مع واحد في مشهد فانتو الاتنين تعتبروا واحد فلازم انتو الاتنين تخافوا على بعض مهما كنت فين ولا وصلت لإيه ترجمة نانسي قنقر